أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مقرر أسس القانون الرقمي ستكون عنوان هذه المحاضرة العمليات السيبرانية في النزاعات الدولية وهذه هي محاضراتنا الثامنة وسأكون معكم الدكتور أحمد الخولي وفي موضوع من الموضوعات الشيقة والممتعة جدا وهو العمليات السيبرانية في النزاعات الدولية موضوع محاضراتنا اللي أشارنا ليه النزاعات السيبرانية ده موضوع يتعلق في الأساس بالقانون الدولي العام وعدد من الفروع المرتبطة بيه ولذلك هنحتاج في محاضراتنا أن نعمل عملية إضاح واسترجاع لمعلومات أصولية تتعلق بالقانون الدولي العام وما هياته وبعض الفروع المرتبطة بيه زي القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي وكذا بعض الفروع الأخرى التي تتشابه معهم والتي ليست من فروع القانون الدولي العام زي القانون الجنائي الدولي وفي نقطة مهمة المحاضرة دي احنا احنا اتكلمنا في المحاضرات الفائتة كلها عن أسس القانون الرقمي في أحوال السلم احنا دلوقتي هنتكلم عن حالة نزاعة يعني هنتكلم عن أساس من أسس القانون الرقمي وهو النزاعات السيبرانية دي مسألة تتعلق بكنا في حالة نزاع وليست في حالة سلم وبالتالي المحاضرات الفائتة كلها بتتكلم عن حالة عامة وحدة وهي حالة السلم اتكلمنا فيها عن نشأة الكمبيوتر والانترنت كأساس من أسس القانون الرقمي والمقدمة التاريخية للقانون الرقمي اتكلمنا عن الفضاء السيبراني كأساس من أسس القانون الرقمي ثم تحدثنا عن فكرة الأمن السيبراني الذي يسعى إلى حماية الفضاء السيبراني وكذلك ما يرتبط به من فكرة الجرائم السيبرانية اتكلمنا عن وسائل التواصل الاجتماعي كأساس من أسس القانون الرقمي وما يرتبط بها كأساس آخر وهو حماية البيانات الشخصية الرقمية اتكلمنا عن أفكار الذكاء الاصطناعي والخطورة التي أصبح يشكلها على الجنس البشري وكذلك الفوائد العظيمة التي يقدمها وانشغال مجلس الأمن الدولي والباحثين الدوليين حول تنظيم مسائل الذكاء الاصطناعي كذلك تحدثنا عن الحوكمة الالكترونية كأساس من أسس القانون الرقمي كل تلك الأمور تتعلق بأحوال السلم ولذلك في موضوع هذه المحاضرة سيكون موضوع مميز يتعلق بأحوال النزاع وأحوال الحرب التي قد تنشأ فيما يسمى بالفضاء السيبراني إذن فالأساس السابق ذكره الخاص بالفضاء السيبراني قد يتعرض الدول إلى أحوال النزاع فيما بينها البعض طبعا هذا النزاع سيستدعي أن نوضح المقصود بالجرامة الدولية والنزاعات حتى نتمكن من الوقوف على معنى النزاع السيبراني والفرق ما بين النزاع السيبراني والنزاع التقليدي وبالتالي فإن موضوع هذه المحاضرة من أكثر الموضوعات أهمية في مقرر أسس القانون الرقمي لأنه في القرن 21 أصبحت المعلومات وتكنولوجيا المعلومات أمر تعتمد عليه الدول في كافة مسائلها الاقتصاد الخاص بالدولة أصبح قائم بشكل كامل على مسألة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وبالتالي فمسألة حماية المعلومات وتكنولوجيا المعلومات في الفضاء السيبراني هي مسألة تتعلق بمسائل الأمن القومي للبلاد تكلمنا فيما سبق عن أفكار الأمن السيبراني لحماية الفضاء السيبراني وده طبعا تكملة لهذه الأفكار ولكن في هذه المحاضرة سيكون الأمر على نطاق الدول ليس الأمر فقط تحقيق الأمن السيبراني على مستوى الأفراد نتكلم على نطاق الدولة طبعا عندنا أربع محاول رئيسية حترتكز عليهم محاضرتنا وهم أفكار متسلسلة منطقية تعتمد على وضع المبادئ والأفكار الأصولية حتى نتمكن من الوصول إلى نتيجة بشأن الأفكار المستحدثة المتعلقة بالنزاع السيبراني ففي الأول لازم نعرف يعني إيه قانون دولي عام ذلك القانون اللي بينظم العلاقات بين الدول لازم نكون عارفين إيه هو وإيه مضمونه وإيه هي مصادره لأن هذا القانون يتفرع منه عدد من الفروع هي الحاكمة للحل الخاص بالنزاع السيبراني هذه الفروع تتعلق بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي وما يشتبه به من قوانين ليست متعلقة بالقانون الدولي العام ولكنها مرتبطة بالأمر كالقانون الجنائي الدولي وليس الدولي الجنائي الدولي ثم هننتقل لمحور اللي هو الشطر التاني من المحاضرة إيه هو النزاع في الفضاء السيبراني يعني إيه نزاع في فضاء سيبراني أو يعني إيه نزاع سيبراني بعد كده هنوصل للفكرة إن شاء الله اللي إحنا عايزين نوصل لها إيه هو القانون المنطبق على النزاع السيبراني أو إزاي نطبقه أو إيه هي القوانين اللي ممكن تنطبق على النزاع السيبراني بل أول لازم نقف على القوانين التي تحكم النزاعات التقليدية وأشكال هذه النزاعات التقليدية حتى نتمكن من تطبيق هذه الأفكار الأصولية على الأفكار المستحدثة الخاصة بالنزاعات السيبرانية أو النزاع في الفضاء السيبراني وإحنا بنتكلم عن المحور الأول اللي هو مهية القانون الدولي العام هنتكلم عن تعريفه ونطاقه ومصدر قواعد القانون الدولي العام التلات أفكار دول عشان نقف على مهية القانون الدولي العام باعتبار إن القانون الدولي العام هو الإطار العام الحاكم لمسألة النزاع في الفضاء السيبراني تمام طب إيه هو تعريف القانون الدولي العام القانون الدولي العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول سواء كان ذلك في وقت السلم أو أثناء الحرب سواء فيما يتعلق بإبرام المعاهدات التبادل الدبلوماسي والقنسولي طرق فض المنازعات معاملة الأسرة نظام الحياد والحرب كذلك يشمل مركز المنظمات الدولية العلاقات فيما بينها وبين بعضها والعلاقات ما بين المنظمات والدول سواء المنظمات العالمية زي الأمم المتحدة أو الإقليمية زي جمعة الدول العربية يبقى القانون الدولي العام ده هو ينظم العلاقات بين الدول يبقى هذا القانون لا ينظم ولا يتعلق بعلاقات الأفراد هي علاقات بين الدول أو في إطار تطوراته استحدث فكرة المنظمات الدولية وأصبح ينظم علاقات دول مع منظمات منظمات فيما بينها وبين بعضها البعض والدول فيما بين بعضها البعض أما الأفراد فهم ليسوا اللاعبين الأساسيين أو اللاعبين الذين يتم تنظيم أمورهم من خلال القانون الدولي العام طيب فيما يتعلق بنطاق القانون الدولي العام النطاق ده يعني موضوعات القانون الدولي العام أولا وأهم فكرة بيحدد العناصر المكونة للدولة حتى تكتسب الشخصية القانونية ويتم الاعتراف بها كعضو في الجماعة الدولية ونقف على أنواع الدول البسيطة والمركبة كاملة السيادة أو نقصة السيادة زي الدول تحت الوسائل العناصر المكونة للدولة الشعب الإقليم السيادة كل تلك الموضوعات الأصولية ده كل ده هو القانون الدولي العام طبعا بينظم العلاقات من ضمن الموضوعات ينظم علاقات الدول في وقت السلم يبين حقوق الدول وواجباتها قبل بعضها البعض زي حق السيادة حق المساوى والاحترام المتبادل علاقات التمثيل السياسي والكنسولي والحصانة الدبلوماسية تنظيم الاتفاقات والمعاهدات الدولية ده طبعا بالإضافة إلى أحكام الوساطة الدولية وطرق فض المنازعات سواء عن طريق الوساطة أو التحكيم الدولي القانون الدولي العام برضو ينظم علاقات الدول في وقت الحرب هو بينظم علاقات الدول أيا كانت الأوقات فينظم في السلم وينظم في الحرب قواعد أو قانون الحرب ده بيتضمن حقوق واجبات الدول المتحربة إمتى الدول هتبدأ الحرب وإمتى تنتهي إيه الأسلحة التي يجوز استخدامها والأسلحة المحظورة استخدامها كيفية معاملة الأسرة وجرح الحرب اتفاقات الهدنة والصلح حقوق الدول المحايدة وواجباتها زاء الدول المتحربة طبعا كل دي أفكار مجالها التعمق في القانون الدولي العام لكن إحنا لازم نقف على معنى القانون الدولي العام بعتور أن ده الإطار الحاكم لموضوع النزاع في الفضاء السيبراني طبعا القانون الدولي العام بينظم القواعد المتعلقة بالمنظمات الدولية إزاي إنشاءها علاقتها ببعضها البعض علاقتها بالدول اختصات ووظائف المنظمات دي وطبعا من أمثلة المنظمات دي هيئة الأمم المتحدة بفروعها المنظمات الإقليمية زى جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية دي أمثلة طبعا للمنظمات على سبيل المثال وليس الحاصر طبعا في عجالة شديدة دي هنتكلم عن مصادر القانون الدولي العام له مصادر كتير أهمها العرف الدولي يعني السلوك اللي الدول بتعتد عليه في علاقتها البعض وبيتولد لديها اعتقاد إن ده أصبح ملزم زي قواعد الحصانة الدولية الخاصة بالسلك الدبلوماسي والقنصلي والمعاهدات الدولية كذلك تعتبر مصدر للكثير من القواعد الدولية اللي زي كانت تبقى قواعد تشريعية مكتوبة وملزمة للدول الموقع عليها ده طبعا أهم المصادر اللي موجودة للقانون الدولي العام من أهم محاور المحاضرة المحور الثاني القوانين الحاكمة للنزاعات الدولية احنا تكلمنا على القانون الدولي العام باعتبار إن ده الأصل الذي تتفرع منه القوانين التي تحكم النزاعات الدولية القانون الدولي العام إذن هو الأصل يبقى احنا قمنا بمنهج تأصيلي تحليلي توجهنا فيه الى الاصل وهو القانون الدولي العام فوقفنا على مهيته ثم بننتقل الى الفروع التي تحكم النزاعات الدولية والمستمدة من القانون الدولي العام لان القانون الدولي العام هو الشريعة العامة في مسائل علاقات الدول فيما بين بعضها البعض هذا الاصل تفرع عنه عدد من القوانين تحكم النزاع الدولي القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الجنائي دول فروع من القانون الدولي العام وتحكم النزاع الدولي بالنسبة للقانون الدولي لحقوق الانسان فده منظومة من القواعد الدولية اللي هدفها حماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع البشر ده طبعا بغض النظر عن الجنسية أو مكان الإقامة أو نوع الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو اللون أو الديانة أو أي أمر آخر ودي غالبا بنص عليها القانون ويكفلها في شكل ممكن تكون في شكل معاهدة ممكن يكون في شكل قانون دولي عرفي مجموعة من السلوك الذي توطرت عليه الدول وعتقدت بإلزامياته طبعا حقوق الإنسان دي تنطوي على حقوق والتزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان بيحدد التزامات الدول بالتصرف بطريقة معينة والامتناع والإحجام عن اتخاذ إجراءات معينة كل ده عشان نعزز ونحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد وده هدف القوانين هو حماية الأفراد ده الشغل الشاغل لأي قانون أنه يحقق حماية للإنسان فالقانون الدولي لحقوق الإنسان يهدف إلى حماية حقوق الإنسان وحرياته طبعا من أهم القوانين الحاكمة للنزاعات الدولية وأقدامها هو القانون الدولي الإنساني International Humanitarian Law وفي لمحة تاريخية بسيطة فإن الفقيه ماكس هيوبر وده رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسبق واللجان الدولية للصليب الأحمر هي من أهم المنظمات التي تقوم بنشر الوعي حول القانون الدولي من خلال منشورات دورية ومؤلفات سنوية تقوم بنشر الوعي على كافة فروع القانون الدولي بشكل في إبداع ويضم أكبر فقهاء القانون الدولي الذين ينشروا هذا الوعي وكان الفقيه ماكس هيوبر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر هو أول من تبنى مصطلح القانون الدولي الإنساني بصورة رسمية وده كان في مؤتمر الدبلوماسي المنعقد في جينيف خلال الفترة من 74 ل77 والمتعلق بتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة وبشكل بسيط عشان نبقى فهمين ايه هو القانون الدولي الإنساني فده مجموعة من القواعد تهدف لأسباب إنسانية الحد من أثار النزاع المسلح الفكرة الأساسية التي في بالنا وقت محد يذكر القانون الدولي الإنساني هو يهدف إلى الحد من أثار النزاع المسلح فهو يحمي الأشخاص الذين لم يعودوا يشاركون في الأعمال القتالية دول كجانب من الأمر وكمان بيحدد وسائل الحرب وترائقها وبالتالي فإنه بيتكلم على الاختصاص الموضوعي لحالة النزاع المسلح وبمعنى آخر في القانون الإنساني الدولي ده جزء من قانون الحرب يبقى القانون الإنساني الدولي ده في وقت الحرب هو بيتناول جزء معين وهو الخاص بالقواعد التي تهدف لأسباب إنسانية للحد من أثار النزاع المسلح الفقه الغربي والفقه العربي كان له تعريفات مهمة للقانون الدولي الإنساني الفقه الغربي كان الفقيه ستانيزلاف نيلك كان عرفه إنه مجموعة قواعد القانون الدولي التي تستهدف حالات النزاع المسلح حماية للأشخاص الذين يعانون ويلات هذا النزاع وفي إطار أوسع كمان ده كمان حماية مش بس الأفراد ده احنا بنحمل أعيان التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العدائية طبعاً الأب الروحي للفقه العربي في القانون الدولي المرحوم محمود شريف بسيوني الدكتور محمود شريف بسيوني في جانب الفقه العربي ضرائد الفقه العربي في القانون الدولي العام وأحد علامات القانون الدولي العام عرفوا بإنه مجموعة الأعراف التي توفر الحماية لفئات معينة من الأفراد والممتلكات وتحرم أي هجمات قد يتعرضون لها أثناء الصراعات المسلحة سواء كانت الصراعات دي ذات صفة دولية أو صفة غير دولية والعراف دي بتكون مستمدة يأمم القانون الدولي الاتفاقي أو القانون الدولي العرفي دي طبعاً لمحة سريعة عن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الحقوق الإنساني بالتأكيد طبعاً فيه فرق ما بين النزاع المسلح الذي يطبق عليه القانون الإنساني الدولي وبين الجريمة التي لا ينطبق عليها سوى القانون الجنائي وقواعد قانون حقوق الإنسان بشأن إنفاذ القانون النزاع الدولي أو النزاع المسلح ده ليه شروطه اللي بيحددها القانون الدولي الإنساني أو الإنساني الدولي لكن الجريمة التي لا تعد جريمة دولية أو ممكن نقول عليها جريمة عالمية زي ما هنوضح في خلال مصار المحاضرة ففيه عندنا جريمة دولية دي يتعلق بها القانون الدولي الجنائي وعندنا جريمة عالمية أو عبرة للحدود دي يطبق عليها القانون الجنائي وقواعد قانون حقوق الإنسان كان فيه رأي سائد لسنوات طويلة جدا إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يطبق فيه أحوال السلم بينما القانون الإنساني الدولي فيه أحوال النزاعات وفيه أوقات الحرب لكن القانون الدولي الحديث بيقول إن هذا التمييز مش دقيق لأن معاهدات حقوق الإنسان اللي بيستمد منها القانون الدولي لحقوق الإنسان قواعده لم تتحدث أبدا على أن هذه القواعد تكون فيه أوقات السلم فقط وأنها لا تطبق فيه أوقات الحرب وبالتالي لجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في سنة 2001 وفي 2004 اتكلمت على أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينطبق أيضا في حالات النزاع المسلح اللي بينظمها قواعد القانون الإنساني الدولي يبقى بعبارات بسيطة فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يوجد ما يوقفه الحقوق الخاصة بالإنسان اللي نظمتها المعاهدات الدولية وأصبحت متعرف عليها أنها من قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان لا تقف في أوقات السلم أو في أوقات الحرب لا يوجد ما يوقفها أبدا لأن دي أمور متعلقة بحماية الإنسان كإنسان ودي أمور غير متصور أنه يتم إيقافها لحقه في الحياة ولحقه في التعليم ولحقه في الصحة كل هذه الأمور مش مرتبطة لا بسلم ولا بحرب دي مطلقة لازم حمايتها وما ينفعش أن نقول أنه في أوقات الحرب لا نطبق سوى القانون الدولي الإنساني ونوقف تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان دي أفكار القانون الدولي الحديث أثبت عدم صحتها طبعا المنظمات الدولية ولجان حقوق الإنسان الدولية بدأت تدرك جماعها فكرة مهمة جدا أن القانون حقوق الإنسان والقانون الإنسان الدولي دول متكاملين وبيعزز أحدهما الآخر فكرة التكامل دي فكرة بعد سنوات كتيرة وصل لها الفقهاء والمنظمات الدولية هي فكرة التكامل ما بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي فهناك الحماية اللي بيقدمها قانون حقوق الإنسان هتستمر أثناء حالات الصراع المسلح لكن بنراعي الأوقات اللي هينطبق فيها القانون الإنساني الدولي بوصفه قانون خاص طبعا بالنسبة لمصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي طبعا دي فكرة مهمة عشان نفهم الفكرة العامة اللي بتحكم مصادر القوانين عشان لما ننتقل إلى فكرة النزاع الصيبراني نقف على الفكرة الحاكمة لكيفية استنباط مصادر القانون الحاكم للنزاع طبعا الجزور التاريخية والفقهية للقانونين الدولي لحقوق الإنسان والإنسان الدولي ممكن بيتبينها لكن هما بيشتركوا فيه أن هما هدفهم حماية الأشخاص واحترام حقوقهم ورفاهياتهم وكرمتهم طبعا بيستمدوا مصادرهم من سلسلة من المعاهدات الدولية اللي بيكملها القانون الدولي العرفي كل قانون منهم بيستند لأعراف والتفقيات خاصة طبعا القانون الدولي الإنساني قوانين وأعراف الحرب المستقرة منذ القرون متعددة وكمان اللي تم تقنينه من التفقيات زي التفقيات لهاي في 1899 و 1907 واتفقيات جينيف في 1929 و 1949 القانون الدولي الإنساني يكون قواعده ومصادره القانون الدولي لحقوق الإنسان عثر على مصادر خاصة ليه من خلال العهود والمواصيق والاتفقيات اللي بتنظم الحقوق الأساسية للإنسان زي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية في سنة 66 طبعا هنتكلم عن القانون آخر حاكم للنزاعات الدولية وهو القانون الدولي الجنائي هو أحد فروع القانون الدولي العام الذي يطبق على الجرائم الدولية فبيقرر المهياتها وأركانها والعقوبات المقررة لها والتي تقضي بها محكمة جنائية دولية باسم المجتمع الدولي نظرا للإضرار بالسلم والأمن الدولي يبدل هو القانون الدولي الجنائي وده من القوانين الحاكمة للنزاعات الدولية بيدور مجال تطبيقه على الجرائم الدولية يقرر مهياتها وأركانها وعقوباتها طبعا من الأمور اللي بتعمل خلط هو القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي طبعا القانون الدولي الجنائي ده أحد فروع القانون الدولي العام القانون الدولي الجنائي وده بيطبق زي ما قلنا على طوائف الجرائم الدولية اللي وردت في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ودول أربع طواقف هي جرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان أي جريمة أخرى تخرج عن طاق الأربع جرائم دول لا تسمى جريمة دولية طيب لو اشتبهت بالجرائم الدولية وتشكل خطورة على السلم والأمن الدولي ولكنها ليست من تلك الجرائم هنا يأتي دور القانون الجنائي الدولي لأن القانون الجنائي الدولي لا يطبق على طائفة الجرائم الدولية وإنما يطبق على الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية أول اللي بنقول عليها الجرائم العالمية ودي طبعا جرائم بتعاقب عليها القوانين الداخلية للدول ولكن من خطورتها يرتكبها أشخاص ينتموا لدول مختلفة وطبعا ده زي جرائم غسل الأموال والإتجار بالأشخاص والإتجار بالمخدرات وجرائم الإرهاب القانون الجنائي الدولي مش فرع من فروع القانون الدولي العام لا هذا خطأ وفرع من فروع القانون الداخلي وده طبعا بيثير مشاكل القانون الواجب التطبيق كيفية تحقيق التعاون بين سلطات الدول المعنية بالجريمة تسليم المجرمين والمحكم عليهم ده طبعا بخلاف القانون الدولي الجنائي لزي ما قلنا أنه بيركز على الجريمة الدولية وده الأربع طواقف سبتة لا يمكن القياس عليهم طبعا زي ما وضحنا أن فيه فرعين من فروع القانون الدولي العام بيتعلقوا بالنزاعات الدولية وما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي حاول البعض أنه يقول أن العلاقة بينهم تتقارب وتتفاعل لدرجة أنه ممكن القانون الدولي الجنائي يتم استعابه في القانون الدولي الإنساني ويشكله قانون واحد بحيث أنه يكون القانون الأول ده أداة تطبيق وتنفيذ للقانون الدولي الإنساني وهذه الوحدة استدلوا عليها من عدد من الأمور أن القانونين يعمل في إطار واحد أن هدفهم يحققوا الأمن والسلام للإنسان على المستوى العالمي أنهما بينتموا إلى رفض واحد أو إلى مصدر واحد وهو القانون الدولي العام ومصادرهم هي الاتفاقيات والأعراف الدولية ولكن برضو هذا التقارب إلا أنه فيه فروق جوهرية بين الاتنين أولا أن القانون الدولي الإنساني لا يطبق إلا في حالة الحرب والنزاع المسلح الدولي أو غير الدولي إنما القانون الدولي الجنائي لا يرتبط بحالة الحرب أو النزاع المسلح وإنما بيأتي دوره عقب نهاية الحرب عندما يتم البحث والتحقيق عن من ارتكب جرائم دولية خلال ذلك النزاع يبقى إذن القانونين بيتكلموا على أوقات تطبيق مختلفة حالات الحرب مستعرة وكذلك النزاع المسلح سواء كان نزاع مسلح دولي أو غير دولي ده مناط تطبيق القانون الدولي الإنساني أما عند انتهاء هذا النزاع ويأتي البحث عن مرتكبي الجرائم الدولية هنا يأتي دور القانون الدولي الجنائي وبالتالي فهذا هو فارق الجوهري فيما بين القانونين ده طبعا كل ده في إطار أن احنا بنوضح النزاع الدولي عشان نقدر بعد كده نتكلم أو نقدر نفسر أو نحلل إزاي نقف على القواعد الحاكمة للنزاع السيبراني طبعا من ضمن الفروق الأخرى أن القانون الدولي الجنائي له مبادئ خاصة بيه زي مبدأ الشرعية الجنائية يعني مفيش لمحاكمة ولا عقاب على جريمة لم يكن منصوص عليها من قبل إنما القانون الدولي الإنساني لا تهيمن عليه مبادئ الشرعية الجنائية إنما دي فكرة متعلقة بالقانون الدولي الجنائي تطبيق القانون الدولي الجنائي يأتي لاحقا على مرحلة تطبيق القانون الدولي الإنساني وبالتالي فالقانون الدولي الجنائي بمثابة أثر أو نتيجة لمخالفة القانون الدولي الإنساني من الفروق ايضا ان كل القانون منهم لهم مصادره الخاصة القانون الدولي الانساني له اعرف واتفاقيات متعلقة بالحرب زي اتفاقيات جينيف لسنة 49 وبروتوكولاتها في سنة 77 اتفاقيات لاهاي لسنة 1899 و 1907 نعم القانون الدولي الجنائي بينحصر في الاتفاقيات والقواعد التي تتضمن الجرائم الدولية زي النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ده كل ده طبعا في اطار التمييز ما بين القانون الانساني الدولي او الدولي الانساني وما بين القانون الدولي الجنائي كل ده بنوضح القوانين الحاكمة للنزاعات الدولية عشان نقدر نضع القواعد الحاكمة للنزاعات السيبرانية اما عن المحور التالت لمحاضرتنا وهو ما هو النزاع في الفضاء الصيبراني هنتكلم عن ما هي النزاع الصيبراني هنتكلم عن أدوات وتقنيات هذا النزاع العمليات الهجومية المحتملة في الفضاء الصيبراني الفاعلون والمشاركون في تلك العمليات المقارنة بين النزاع الصيبراني ونزاع التقليدي وكذلك الأثار المحتملة على حقوق الإنسان كل تلك الأفكار هتوضح لنا النزاع في الفضاء السيبراني عبارة عن ايه بالزبط هنتكلم دلوقتي عن فكرة ما هي النزاع السيبراني او ايه هو النزاع السيبراني او تعريفه طبعا احنا اتكلمنا قبل كده في محاضراتنا عن اساس من قصص القانون الرقمي وهو الفضاء السيبراني ودي فكرة طبعا ترتبط بما هي النزاع السيبراني فكرة الفضاء السيبراني والفضاء السيبراني ده زي ما قلنا قبل كده ان هذا عالم افتراضي عالم افتراضي هدفه ومحوره هو نقل البيانات ما بين عدد كبير من الأطراف هؤلاء الأطراف بيكونوا الفضاء السيبراني سواء هذه الأطراف كانت شبكة الانترنت او الاشخاص المستخدمين البنية التحتية ابراج الاتصالات الاسلاك التي تنقل هذه البيانات كل تلك الأمور من البنية التحتية وشبكات الانترنت والشبكات الداخلية شبكات الانترنت كل تلك الأمور بتكون الفضاء السيبراني اما بقى النزاع السيبراني فهو يشير تعبير النزاع في الفضاء السيبراني للأفعال التي يتخذها أطراف نزاع ما لتحقيق ميزة على الخصم في هذا الفضاء باستخدام أدوات تقنية مختلفة تعتمد في بعض الأحيان على البشر هذه المزايا اللي عايز يحققها طرف على حساب آخر تتحقق عن طريق اتلاف او تدمير او نهب انظمة الحاسب لدى الخصم وده اللي نقدر نقول عليه الهجوم السيبراني او انه يحصل على معلومات خصمه عايز يبقيها سرية وده التجسس السيبراني او فكرة الاستغلال السيبراني وده فكرة ان انت تحصل يحصل على شيء ليس له حق الحصول عليه ولكن دون حرمان الخصم يعني يحصل على البيان او المعلومة المرادة لحصول عليها دون حرمان صاحبها منها طبعا مسألة الدوافع لاستخدام لهذه الهجمات السيبرانية او التجسس السيبراني دوافع مختلفة ده ممكن يكون لاغراض مالية او عسكرية او او شخصية والنزاع في الفضاء السيبراني يختلف على النزاع التقليدي في كثير من النواحي وتختلف طبعا اهم اختلاف انه العملية السيبرانية او النزاع السيبراني صعب انك تنسبها الى طرف بعينه دي طبعا من اكبر المشاكل اللي بتواجه افكار النزاع الصيبراني اه طبعا ومن الافكار تانية اللي بتصير الصعوبة بشأن النزاع السيبراني ان الاتفاقيات الدولية او المبادئ الدولية العامة للنزاعات اه بتحكم نزاع ذو طبيعة مختلفة زي ما هنوضح الفرق بين النزاع السيبراني والنزاع التقليدي وبالتالي بتصور فكرة هل هذه المبادئ قابلة للتطبيق على النزاع السيبراني ولا لا? طبعا من الافكار المهمة عشان نقف على معنى النزاع السيبراني ايه هي الادوات والتقنيات اللي بيتم استخدامها في النزاع السيبراني? ده بينقسم لادوات قائمة على التكنولوجيا وما بين ادوات ترتكز على البشر. طبعا الادوات والتقنيات دي في حالات النزاع السيبراني يا اما بيكون الطرف المعادي بيرتكب منها الفعل الدار أو فيه أدوات وتقنيات دفاعية بتسعى إلى المنع من هذا الفعل بالنسبة للأدوات القائمة على التكنولوجيا فدي بتتطلب في الجانب الهجومي ثلاث عناصر أول عنصر هو إمكانية الوصول إلى الكيفية التي يصل بها الطرف المعادي إلى تكنولوجيا المعلومات ذات الاهتمام وده ممكن يكون يعملوا من خلال الانترنت أو أنه يخترق الشبكة اللاسلكية المنتصلة بها وممكن يكون من خلال القرب الشديد من خلال جواسيس بيعملوا كمشغلين أو فنيين أو موردين كل تلك الأمور تحقق عنصر الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات أو الكيفية الوصول لتكنولوجيا المعلومات وطبعا ممكن يكون الوصول من خلال سلسلة التوريد يعني أثناء تصنيع رقائق الحاسوب أو تجمعها أو برمجيات الحاسب أو إرسالها ممكن هنا يتم الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات المرادة لاستلع عليها العنصر الثاني وهو موطن الضعف من جانب تكنولوجيا المعلومات وده طبعا ممكن استغلاله من جانب المعتدي أنه يوصل أن هناك موطن ضعف من خلال عيف في التصميم أو في التنفيذ للبرنامج طبعا العنصر الثالث اسمه الحمولة وده تعبير بيستخدم عشان يتم الإشارة إلى الآلية التي تستعمل للتأثير على تكنولوجيا المعلومات بعد استخدام إمكانية الوصول في استغلال موطن الضعف زي مثلا لما بيتم إدخال فيروس إلى الحسوب ده بيقوم ببرمجة الحمولة لتفعل أشياء كثيرة أنه يعيد إنتاج نفسه أو أنه يرسل نفسه أو يضمر الملفات الموجودة على الجهاز أو يغيرها ده بالنسبة إلى عناصر الأدوات التقنية التي تعتمد على التكنولوجيا في الجانب الهجومي بالنسبة للجانب الدفاعي ده ممكن يجتمل على عنصر واحد من دول أو أكتر وطبعا من أدوات الدفاعية فكرة جدران الحماية ودي بتغلق طرق الوصول قد تترك بطريق السهوة مفتوحة طبعا تحدد أدوات أخرى أخطاء البرمجة وبالتالي بيتم إصلاحها قبل أن يقوم المعتدي أو الجانب الهجومي باستغلال ذلك الأمر وطبعا في أدوات بتعمل على منع الطرف المعادي من أحداث الضرر باستخدام الحمولة من خلال فكرة تشفير يعني إذا كان هناك ملف سري وشفرته حتى لو تم سرقته ممكن هذا الطرف المعتدي لا يتمكن من الحصول على مفتوحة هنتكلم دلوقتي على فكرة التقنيات المعتمدة على البشر سواء في الجانب الهجومي أو في الجانب الدفاعي في الجانب الهجومي ده بيكون من خلال الخداع أو الرشوة أو الابتزاز لشخص مطلع على الأسرار الداخلية عشان نقدر ينفذ الطرف المهاجم الأهدافه ونوصل للوسائل التقنية زي مثلاً رشوة حارس عشان يدخل وحدة تخزين محمولة لجهاز حسوب أو إحداث نقطة ضعف واختراق عن طريق ابتزاز مبرمج لتسجيل شفرة معيبة وطبعاً ممكن يتم الجامع بالأدوات التقنية والأدوات التي تستند للبشر بالنسبة للتقنيات الدفاعية المستندة للبشر ده بيكون دايماً الحث على عدم التعريض الأمن للخطر وعدم التعرض للإحتيال والانصياع للأشخاص الذين طالبوا بكلمات السر من خلال الأفكار الإحتيالية وطبعاً الإقناع بمكافآت الإبلاغ السلطات المختصة عن أي نشاط مريب أو مشكوك فيه كل تلك الأمور تقنيات دفاعية أثبتت جدوة الفكرة التالتة اللي هنتكلم عنها والخاصة بالنزاع السايبراني هي فكرة العمليات الهجومية المحتملة في الفضاء السايبراني النشاط الهجومي في الفضاء السايبراني يأما هيكون هجوم سايبراني يأما استغلال سايبراني بالنسبة للهجوم فده استخدام أنشطة متعمدة لتغيير أو إفساد أو خداع أو إضعاف أو تدمير أنظمة الحاسوب أو شبكات الحاسوب أو المعلومات أو البرامج المدرجة في الأنظمة والشبكات ده طبعا ممكن يؤثر هذه الأنشطة في الكينات المرتبطة بالأنظمة والشبكات وطبعا هذا الهجوم ممكن يستخدم عشان منع المستخدمين المرخص لهم من الولوج للحاسوب أو الخدمة اسمه هجوم الحرمان من الخدمة أو عشان تدمير الألات التي يتحكم فيها الحاسوب ده ممكن يكون غرض للهجوم السايبراني أو تدمير أو تغيير بيانات حيوية وطبعا الأثار المباشرة للهجوم السايبراني اللي بتصيب الحاسوب ممكن تكون أقل أهمية من الأثار غير المباشرة اللي هتصيب النظام المرتبط بالحاسوب أما بالنسبة للاستغلال السايبراني تعبير الاستغلال السايبراني ده بيشير للأنشطة المتعمدة المصممة لاختراق الأنظمة أو شبكات الحاسب التي يستخدمها الخصم ده بقصد الحصول على معلومات موضوعة لهذه الأنظمة أو الشبكات أو بيتم تدولها من خلالها الاستغلال السايبراني يختلف عن الهجوم أنه لا يسعى لتعطيل التشغيل المعتاد للنظام أو شبكة الحاسب من وجهة نظر المستخدم إنما استغلال السايبراني الناجح هو الاستغلال الذي لا يلاحظه المستخدم أبدا والمعلومات المطلوبة هي دايما المعلومات اللي الخصم المش عايز يكشف عنها ويريد الخصم المهاجم الحصول عليها طبعا الدولة ممكن تقوم بعمليات استغلال سايبراني بتحصل أن الدول تقوم بعمليات استغلال سايبراني عشان تجمع معلومات استخبارات قيمة ممكن تنشر جواسيس من البشر لأداها دي المهمة وممكن تاخدها من معلومات عن برنامج الخصم وطبعا ممكن تحصل على معلومات من شبكة حاسوب شركة في بلد آخر عشان تستفيد منها شركة منافسة محلية في ذلك البلد طبعا البيانات الصحفية دايما بتتكلم أنه هناك هجمة سايبرانية وقعت لكن في الغالب ده ممكن يكون استغلال سايبراني وليس هجمة سايبرانية وإحنا وضحنا الفرق ما بينهم أنه الاستغلال السايبراني لا يهدف لحرمان المستخدم من المعلومات التي يتناولها وإنما هي تهدف إلى حصول المهاجم على هذه المعلومات دون حرمان المستخدم بخلاف الهجوم السايبراني اللي دايما يهدف للتعطيل والتدمير دلوقتي هنتكلم عن فكرة الفاعلون والمشاركون في العمليات السايبرانية مين هم اللي بيرتكبوا العمليات السايبرانية هو بشكل واضح بعض الدول اللي عندها قدرات سايبرانية هجومية قوية بتقوم بهجمات في الفضاء السايبراني وطبعا في أغلب المرات اللي كان وصلت إليه النتائج والبحاث أنه أطراف دون المستوى الوطني هم اللي ارتكبوا الأعمال الاستغلال السايبراني والهجمات السايبرانية وكان ذلك بقصد الربح طبعا في بعض الحالات المشهورة قيل أن روسيا مسؤولة عن الهجمات السايبرانية على أسطونيا في 2007 وجورجيا في 2008 وكذلك الصين قامت بعدد من عمليات الاستغلال السايبراني الشهيرة وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية على بعض المنشآت النووية لكن محدش من الدول دي أقر بشكل قاطع بارتكاب الأنشطة لكن في أغلب الأحوال كانت انتهت نتائج الأبحاث والتحقيقات عن هجمات سايبرانية واستغلال السايبراني دا تم من خلال أفراد بغرض الربح أطراف دون المستوى الوطن وبالتالي فإن الفاعلين أو المشاركين في العمليات السايبرانية ممكن يكونوا دول ومن الممكن أن يكونوا أفراد ولكن طبعا في أحوال أن الدولة ارتكبت هجمة سايبرانية أو استغلال سايبراني هتكون في منتهى الحرص أنه ما يتمش اكتشاف ذلك حتى لا تتعرض إلى عقوبات دولية أو مخاطر من جراء هذا الفعل الدارة اللي قدر ارتكبته طبعا زي ما وضحنا أنه ممكن يكون الفاعلين مجموعة دون المستوى الوطني من الأفراد يعني ليست دول وممكن تكون مجموعات جريمة منظمة ومجموعات إرهابية تقوم بهذا الأمر طبعا بالنسبة للدوافع للارتكاب أو للانغماس في النزاع السايبراني فطبعا أهم دافع موجود دلوقتي هو الدافع المالي لأنه الهجمات السايبرانية ممكن تؤدي إلى الحصول على مغانم مالية ومكاسب مالية غير مشروعة من خلال اختراق الحسابات المصرفية وبطاقات الاقتمان وكذلك الأسرار التجارية كل تلك الأمور هي دوافع مالية فأكبر دافع حاليا موجود هو الدافع المالي طبعا في أسباب أخرى محتملة ممكن يكون دافع سياسي ممكن يكون الغرض من الهجمة السايبرانية اختراق أو سيطرة على موقع لإرسال رسالة سياسية عنوة ورغما عن إدارة الموقع أو إدارة هذا الجانب من الفضاء السايبراني وطبعا ممكن يكون طابع شخصي أنه جاني يريد الاستعراض وده حصل في وقائع كتير أنه بعض الأشخاص يريد الاستعراض أنه يخترق موقع أو شبكة أمنية أو غير ذلك من الأمور يقوم بهجمة سايبرانية ليظهر إمكانياته كمجرم سايبراني بهدف التباهي نتكلم دلوقتي عن فكرة المقارنة بين النزاع السايبراني والنزاع التقليدي النزاع المادي التقليدي من ضمن الأفكار اللي هناك فارق ما بين النزاعين بشأنها هو إسناد المسؤولية النزاع التقليدي ده قوات عسكرية تقليدية المفروض أنها تحت سيطرة حكومات وطنية فبالتالي أمر نسبة أو إسناد المسؤولية لها هو أمر واضح وسهل ويسير أما بالنسبة للمشاركين في النزاع السايبراني فأمر إسناد المسؤولية ليهم أو نسبتهم إلى حكومات معينة بيكون أمر غاية في الصعوبة أو مستحيل وبيكون الدول حريصة على عدم كشف مرتكبي هذا الفعل بالنسبة لقدرات الفاعلين من غير الدول بالنسبة للنزاع الحرك التقليدي فدايما القدرة حتكون مع الدولة الأكبر والتي لديها عدد قوات عسكرية أكبر تمكنها من المشاركة في القتال إنما بالنسبة للفاعلين من غير الدول حتكون طبعا العدد أقل وبالتالي قدراتهم أقل أما بالنسبة للنزاع السايبراني فإنه الفاعلين من غير الدول من الممكن أن يكون لديهم قدرات تكنولوجية تمكنهم من إحداث أثار واسعة النطاق أكتر من الفاعلين المنسوبين للجهات الحكومية يبقى دول فكرتين خاصين بالمقارنة وهي أسناد المسؤولية وقدرات الفاعلين من غير الدول ومن الأفكار أيضا المميزة ما بين النزاع التقليدي والنزاع السايبراني هي فكرة أهمية بعد المسافات والحدود الوطنية في النزاع التقليدي دايما المسافات بتبدو كبيرة وانتهكات الحدود الوطنية مهمة وواضحة وظهرة إنما في النزاع السايبراني فالمسافات ملهاش أهمية واختراق الحدود الوطنية للهجوم أو غرض الاستغلال ده بيحدث بشكل روتيني من غير ما يلحظه أحد فالهجمة السايبرانية أو الاستغلال السايبراني على خلاف الأمر في النزاع التقليدي مش هيكون ملحوظ من الجميع هنتكلم دلوقتي عن فكرة من أفكار تحديد ما هي النزاع السايبراني وهي فكرة الأثار المحتملة على حقوق الإنسان من النزاعات السايبرانية طبعا حقوق الإنسان بتقيد تصرفات الحكومة فيما يتعلق بالأفراد وممكن يكون منشأ هذه الحقوق وطنيا زي الحقوق الوردة في الدستير وممكن تكون معهدات دولية زي اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة أو ممكن يكون القانون الدولي العرفي هو مصدرها الفضاء السايبراني ممكن يتعلق به اتنين من الحقوق اللي يتأثروا بالنزاعات السايبرانية واللي وردوا في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أولهم هو حماية الخصوصية والسمعة لأن العمليات السايبرانية التي يقصد بها الإضرار بسمعة فرد ما على سبيل المثال بتزوير مستندات أو بالكشف عن معلومات خاصة به ده ممكن النزاع يؤدي إلى انتهاك هذا الحق ده طبعا كمان بيكون في حالات أنه كان هذا الشخص المعتد عليه ذو نفوس بارز أو نفوس سياسي طبعا الحق التاني هو حماية الحق في طلب المعلومات لأنه الهجمات السايبرانية تهدف في بعض الأحيان أو في الكثير من الأحيان لمنع الأفراد من الحصول على الخدمات عن طريق الإنترنت أو وسائل التواصل الأخرى وممكن يتعلق النزاع السايبراني بعدد من الحقوق الأخرى زي الحق في الحياة والرعاية الصحية والغذاء ده طبعا بيحدده الهجوم السايبراني وأهدافه لأنه ممكن أنه الهجوم السايبراني يكون هدفه الشبكة الصحية لدولة من الدول النظام اللي بيربط لمستشفيات النظام اللي بيربط المغزون الاستراتيجي للدولة أو المغزون الاستراتيجي للغذاء كل دي حقوق من الممكن أن تتأثر من النزاعات السايبرانية سواء كانت في شكل هجمات أو استقلال طبعا في عدد من الدول كانوا بيتكلموا على أنه الوصول لشبكة الانترنت ده حق أساسي من حقوق مجتمعاتهم ومن الدول دي طبعا فرنسا وأسبانيا وأستونيا وفنلندا وبالتالي فإن الوصول لشبكة الانترنت ده حق من حقوق الإنسان وبالتالي فالنزاع السايبراني أو الهجمة السايبرانية التي تقلص الوصول إلى الانترنت أو تمنعه ده انتهاك لهذا الحق من حقوق الإنسان طبعا من الأفكار المهمة المرتبطة بفكرة القوانين الحاكمة للنزاع السايبراني أنه فيه جدل أثير حوله إذا كان قانون حقوق الإنسان أو القانون الدولي لحقوق الإنسان ينطبق أثناء النزاع المسلح أو العمليات العدائية بعض الدول زي الولايات المتحدة الأمريكية كانت دايما بتذهب إلى تقويد وحاولة تقويد هذه الفكرة أنه لا يطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان في أوقات النزاع إنما أغلب الهيئات الدولية والمنظمات الدولية زي المحكمة الجنائية الدولية ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كانت شايفة أن قانون حقوق الإنسان يجب أن ينطبق زي قانون النزاعات المسلحة على الأعمال العدائية وده طبعا تمهيد وأساس قانوني من الممكن أن نستند إليه إلى أنه قانون الدولي لحقوق الإنسان ينطبق على النزاعات السايبرانية هو القانون الإنساني الدولي المحور الرابع من محاور محاضرتنا وهو انطباق القانون الدولي الإنساني على العمليات السايبرانية خلال النزاعات المسلحة طبعا زي ما قلنا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ودي من أهم المنظمات الدولية التي تعتني بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتطبيقهم كان رأيها أنه ما فيش شك أن القانون الدولي الإنساني هينطبق على العمليات السايبرانية خلال النزاعات المسلحة وبالتالي يحد من استخدامها زي ما بينظم استخدام الأسلحة والوسائل الأخرى للقتال فأي نزاع مسلح فإن الفضاء السايبراني ده مجال جديد للحرب زي وزي الفضاء الجوي والبري والبحري والفضاء الخارجي وبالتالي ما فيش ما يمنع أن يطبق القانون الدولي الإنساني على العمليات السايبرانية التي تتم في الفضاء السايبراني والدول بتعتمد معهدات القانون الدولي الإنساني عشان تنظم النزاعات الحالية والمستقبلية وبالتالي فإن الدول لما بتقوم بتطوير وسائل وأساليب جديدة للقتال فده ما يتعرضش مع أنها مفترضة أن قواعد القانون الدولي الإنساني ستطبق عليها لأن القانون الدولي الإنساني ما فيش فيه ما يدل أو ما ينص على وجود أشكال معينة للنزاعات ينطبق عليها وبالتالي فإن مسألة انطباق القانون الدولي الإنساني على وسائل وأساليب القتال في المستقبل فده معناه أن احنا مش هنتعرض لشرعية استخدام الوسائل أو الأساليب بموجب القانون الدولي الإنساني الحالي حسب ما تقتضيه تلك البروتوكولات لو احنا قلنا أنه هذه الاتفاقيات والمعادات الدولية قصرة على أشكال معينة فده بيكون تخصيص بغير مخصص محدش قال أنه النزاع الدولي له شكل معين وغير ذلك الشكل ما نطبقش القانون الدولي الإنساني طبعاً واللي بيأكد الاستنتاج اللي وصلت له اللجنة الدولية للصريب الأحمر وغيرها من المنظمات أن الدول المختلفة لما وقعت على اتفاقيات القانون الدولي الإنساني واعتمدت مبادئ العرف الدولي الخاصة بالقانون الدولي الإنساني ما وضعتهاش لشكل نزاعات معينة وإنما لما قد يستحدث من نزاعات في فتوى لمحكمة العدل الدولية بعنوان مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها والمحكمة أشرت فيها إلى أن المبادئ والقواعد السبتة للقانون الدولي الإنساني السريع في النزاعات المسلحة تطبق على كافة أشكال الحرب وكافة أنواع الأسلحة بما في ذلك ما سيكون في المستقبل واللجنة الدولية للصريب الأحمر كانت شايفة أن هذا الاستنتاج ينطبق على استخدام العمليات السيبرانية خلال النزاعات المسلحة باعتبار أن ذلك الأمر من أشكال المستقبل طبعا في نقطة هامة بنود نشير لها أن انطباق القانون الدولي الإنساني على العمليات السيبرانية خلال النزاعات المسلحة ده مش معناه إطفاء الشرعية على الحرب السيبرانية أو تشجيع عسكرة الفضاء السيبراني بل أن القانون الدولي الإنساني بيفرض القيود على ذلك الأمر من خلال حظر تطوير القدرات السيبرانية العسكرية لمن ينتهك القانون الدولي الإنساني كذلك طبعا كل اللجوء للقوة سواء سيبرانيا أو بشكل تقليدي ده محكوم بمثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي العرفي التي تحذر اللجوء إلى القوة وتؤدي إلى تسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية في الفضاء السيبراني أو في غيرها طبعا من ضمن الأفكار الهمة التي لا غنى عنها في مسألة النزاع السيبراني وتطبيق القانون الدولي الإنساني عليه هي فكرة مفهوم الهجوم هذا الهجوم التقليدي في معنى القانون الدولي الإنساني هل إذا كان يتفق مع معنى الهجوم في النزاع السيبراني ولا لا طبعا المادة 49 من البروتوكول الإضافي الأول للجناف عرفت الهجمات بأنها أعمال العنف الهجومية والدفاعية ضد الخصم وبالتالي فإن تفسير مفهوم الهجوم على نطاق واسع أو ضيق فيما يتعلق بالعملات السيبرانية فده أمر ضروري لانطباق هذه القواعد والحماية التي توفرها للمدنيين والبنية التحتية المدنية لأن القانون الدولي الإنساني في مفهومه التقليدي بيوفر حماية خاصة للبنية التحتية للخدمات الطبية والأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين الذين لا دخل لهم بالنزاع المسلح ما بين الأطراف المتنزحة طبعا فيما يتعلق بالهجمات السيبرانية أو العمليات السيبرانية التي تقع في نطاق حماية القانون الدولي الإنساني فهناك نقاط اتفاق وهناك نقاط اختلاف بالنسبة للعمليات السيبرانية التي يتوقع منها أن تسبب وفاة أو إصابة أو ضرر مادي دي تشكل هجمات بموجب القانون الدولي الإنساني وده من وجهة نظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيشمل العمليات السيبرانية التي تلحق ضررا نتيجة الأثار المباشرة أو غير المباشرة أو الارتدادية المتوقع للهجوم على سبيل المثال وفاة المرضى في وحدات العناية المركزة نتيجة لعملية سيبرانية ضد شبكة الكهرباء مما تسبب في قطع إمداد المستشفى بالطيار الكهربائي الجانب بقى لمحل خلاف هو الهجمات التي تعطل الخدمات الأساسية بشكل كبير دون أن تتسبب بالضرورة في إلحاق أضرار مادية وده من أهم المخاطر على المدنيين كان في خلاف إذا كانت العمليات السيبرانية التي تؤدي لتعطل الخدمة دون التسبب في ضرر مادي تصنف على أنها هجوم على النحو الوارد في القانون الدولي الإنساني اللجنة الدولية للصليب الأحمر كان رأيها أن العملية التي تهدف لتعطيل حسوب أو شبكة حسوبية خلال النزاع المسلح دي تشكل هجوم بموجب القانون الدولي الإنساني سواء عن طريق الوسائل الحركات التقليدية أو السيبرانية وطبعا لازم نوضح الأثار التي تترتب على انتهاج الفكر أو الفهم التقيدي لفكرة الهجوم نحن لو قلنا أن الهجوم السيبراني الذي يخضع لنطاق القانون الدولي الإنساني هو فقط العمليات التي تسبب الوفاة أو الإصابة أو الضرر المادي فإن أي عملية سيبرانية تهدف لتعطيل شبكة مدنية زي الكهرباء أو الخدمات المصرفية أو الاتصالات أو من المتوقع أن تتسبب في حدوث هذا التأثير بصورة عرضية قد لا تكون مشمولة بقواعد القانون الدولي الإنساني الأساسية إلا هدفها حماية السكان المدنيين والأعاني المدنية وبالتالي فإنه من الصعب التوفيق ما بين هذا الفهم التقييد المفرد لفكرة الهجوم وبين هدف قواعد القانون الدولي الإنساني بشأن سير العمليات العدائية والغرض منها ولازم الدول تتوصل إلى فهم مشترك لمفهوم الهجوم لضمان الحماية الكافية للسكان المدنيين من أثار العمليات السيبرانية وبكده نكون وضحنا فكرة النزاع السيبراني والقانون الوجب التطبيق عليه وهو القانون الدولي الإنساني وكذلك وضحنا أنه القانون الدولي لحقوق الإنسان من الممكن أنه يطبق على النزاعات السيبرانية لأنه حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان لا يتوقف في أي وقت من الأوقات وإنما هو يشمل كافة أوقات السلم والحرب طبعا القانون الدولي الجنائي من الممكن أنه يطبق على النزاع سيبراني إذا شكل هذا النزاع جريمة دولية لأن القانون الدولي الجنائي لا يطبق إلا بشأن الجرائم الدولية الطواقف الأربعة إلا ذكرناها في المادة الخمسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبكده نكون وصلنا إلى ختام المحاضرة الثامنة بعنوان العمليات السيبرانية في النزاعات الدولية خالص تمنيتي لكم بالتوفيق وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة إن شاء الله